السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المغات هنعمله مناسب للكيتو دايت او قرطاي هيكون الطعم بتاعه قريب جدا لطعم المغات الاصلي هنعمله بمكونات كيتونية سهلة وسريعة ومتوفرة في البيت ان شاء الله هتعجبكم يلا بينا نشوف المكونات مع بعض معانا هنا سمسم متحمص انا حطيتو في المصحنا وصحنتو بالشكل دا ومعانا كمان هنا كركم وكمان معانا معلقة كبيرة من السمنة البلدي او السمنة الحيواني وكيس من سكر ستيفيا ومعانا كم واحدة من اللوز والفول السوداني اول حاجة خالص هنحط السمنة كده في طاصة على النار وهنحط معلقة كبيرة مليانة من السمسم المطحون معلقة وربع كده وهنحط كمان معلقة صغيرة من الكركم وهنقلبهم على نار هادية كده مع السمنة لغاية لما السمنة تسيح وكمان ريحتهم تبدأ تطلع معانا بالشكل ده هنحط دلوقتي الفول السوداني انا هقسمه كده كل واحدة اتنين وهنحط كمان كم واحدة من اللوز وهنقلبهم بالشكل ده ان هم يتحمصوا شوية وكمان ريحتهم يا جماعة تطلع جميلة جدا بعد كده هنضيف عليهم كوباية لربع من المية السخنة وهنقلبهم بالشكل ده وهنضيف عليهم دلوقتي كيس من سكر استيفيا او سويتال او اي سكر مناسب للكيتو وهنقلبهم مع بعض كده تقيل وجميل جدا ودلوقتي هنحط عليه بقى من فوق كده رشا من مبشور جوز الهند وهو كده بقى جاهز ان احنا نشربه بالفهنة وعافية الوصفة دي وصفة مدام امل صلاح متابعة معانا هنا في القناة كتبتها لي في التعليقات وانا جربتها بصراحة وطلعت جميلة جدا وفي ناس كتير سألتني على المغاية في الكيتو جربوا الوصفة دي يا جماعة وهتطلع فعلا قريبة قوي لطعم المغاية اللي تعودنا عليه وكل الشكر طبعا لمدام امل واي حد حابب ان هو يشاركني فكرة او وصفة هو عملها اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله اعملها فيديو علشان نفيد غيرنا والف شكر لمدام امل اتمنى يكون الفيديو عجبكو اعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وبالف هنة وعافية